رئيس فيه كلمته في عيد العمال من وين قال للناس ما تقلقش وانه الوضع الحمد لله مستقر وآمن دكتور جودة عبدالخالق يقول ايه الناس اللديها بعض القلق من مسألة العملة يجنين قبل الدولار التوجه الاسمر في مجال الدهب امور كتير بتعكس انواع من القلق الايمة دكتور عبدالخالق شايف انه بالفعل من الممكن تخطي هذه الصعب وانها غير ذات خطورة شديدة على الدولة المصري شوف يعني طبعا انا اجابة مشروطة يعني اه لا دعا للقلق بشرط وبالنسبة للشرط انا عايز اكد على حكتين اذا حسنت النواية وصدق العزم حسنت النواية وصدق العزم مؤكد ان اذا صدق النواية وطنيا وحسنت النواية وصدق العزم على التنفيذ وخرج من العملية الحوار الجميلة اللي احنا منغبسين فيها حاليا محديدات لأولويات العمل الوطني في المجال الاخصادي ايبقى فازحة ونبقى مطمئنين هنتحمل بعض المشقة ولكن سيكون انك دوق في نهاية النفق فأكد على نقطة حسن النواية وصدق العزم اشتركوا في القناة